الحمد لله رب العالمين محمده على نعمه فقد أعطانا فأجزل ووهبنا فأكثر فله الحمد وله الثناء وله الشكر وله غلمنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بأن تصرف العبادة له وحده ومنع من صرفها لغيره وأشهد أن محمد عبده ورسوله أوجب الله تصديقه في خبره وطاعته في أمره ومنع من أن يعبد بغير ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة وأسأله أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا وبعد في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بأحاديث الجمعة فإن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بالمبادرة لحضور صلاة الجمعة فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقد جاءت النصوص بالتأكيد على صلاة الجمعة وفارق الله جل وعلا بين صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات المفروضة فمن تلك الفروق أن شرع لها خطبة تكون قبلها ومن تلك الفروق أنها تكون بركعتين ولعلنا أن نستشعر المعاني العظيمة التي من أجلها شرع اجتماع الناس في عباداتهم ومن ذلك اجتماعهم لصلاة الجمعة ليتفقد بعضهم بعضهم الآخر وليكون مظهرا من مظاهر اجتماع الناس على الخير والبر والتقوى وليكون سبب من أسبابه زراعة المحبة والمودة بين آهل الإسلام وليكون سبب من أسباب أخذ المواعظ والأحكام والعبر وحقائق الأحكام الشرعية ولعلنا أن نقرأ شيئا من أحاديث هذا الكتاب فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه وجزاه الله خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتاب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر فقال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل نعم قوله في هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فيه مشروعية أن تكون خطبة الجمعة على منبر يصعد الخطيب عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وقوله هنا سمعت رسول الله فيه مشروعية إسماع الحاضرين لخطبة الجمعة وفي هذا الحديث في قوله إذا جاء أحدكم الجمعة فيه مشروعية إتيان الجمعة وقد دلت النصوص على وجوبها على الرجال الحاضرين البالغين العقلاء وقوله في هذا الحديث فليغتسل فعل مضارع مسبوكٌ بلا من الأمر والأصل أنها مفيدة للوجوب فهذه الصيغة من صيغ الأمر المدالة على وجوب ما يؤمر به وقد قال بالوجوب طائفةٌ من أهل العلم كثيرٌ من أهل الظاهر وبعض أتباعي المذاهب وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة في المشهور عنهم لا يرون وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة وإنما يرون أن الاغتسال من المستحبات ويستدلون عليه بما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام قالوا فهذا الحديث دل على عدم وجوب الاغتسال إذ لو كان الاغتسال واجباً لذم من ترك الاغتسال واكتصر على الوضوء وقد ورد في الحديث الذي أخرجه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة والغسل أفضل قالوا فدل هذا على عدم وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة وعلى كل فظواهر هذه الأحاديث تدل على تأكيد الاغتسال لصلاة الجمعة وهناك قول ثالث يقول بأن من كان محتاجاً للاغتسال لظهور روائح أو لكثرة عمل وجب عليه الاغتسال ومن لم يكن كذلك فإن الاغتسال مستحب متأكد في حقه حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر لما تحتبسون عن الصلاة أي ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل حم هذا الحديث فيه من الفوائد الأمر بالتبكير لصلاة الجمعة قد جاء في النص وجوب أن يكون الإنسان في المسجد قبل بدء الخطيب بخطبته ولذا أنكر عمر على هذا الرجل أن تأخر عن صلاة الجمعة حتى بدأ بخطبته وفي هذا الحديث دلالة على أن الخطيب يوم الجمعة قد يخاطب الحاضرين وأنه لا بأس أن يتكلم الحاضر إذا خاطبه الخطيب أما إذا لم يخاطبه الخطيب فلا يجوز له أن يتحدث والواجب عليه أن ينصيت للخطبة وهذا الحديث استدل به كل ممن يرى وجوب الاغتسال للجمعة ومن لم يرى وجوب الاغتسال لها فأما من قال بوجوب الاغتسال فاستدل عليه بالحديث في قوله إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل قالوا فهنا فعل مضارع مسبوك بلا من الأمر فيفيد الوجوب وقالوا ولذا أنكر عمر على الرجل عدم اغتساله والآخرون الذين قالوا بأنه لا يجب الاغتسال ويكفي الوضوء قالوا هذا الرجل من الصحابة ومن المهاجرين الأولين ومن ثم فهو يعلم من ضواهر النصوص ما يدل على أن الأوامر الواردة في الاغتسال للجمعة إنما هي للتأكيد لا للإيجاب والإلزام وفي قوله في هذا الحديث والذي قبله إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل استدل بها من يرى وجوب الغسل يوم الجمعة على أن الغسل خاص بمن يذهب للجمعة ولذا لم يجبه على الصبيان والنساء والمسافرين الذين لا تلزمهم صلاة الجمعة أثابكم الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد وكان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضارة الملائكة يستمعون الذكر وطوو صحفهم في هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة فضيلة صلاة الجمعة والترغيب في التبكير لصلاة الجمعة وفيها بيان حضور الملائكة مع المؤمنين في عباداتهم وتسجيلها لأعمالهم وفي الحديث جوازوا أن يكون مسجد الجمعة مجتملاً على أكثر من باب وفي الحديث من الفوائد المنافسة في أعمال الخير والمسابقة إليها وفي الحديث من الفوائد الاستماع لخطبة الجمعة وعدم الاشتغال بغير الاستماع لقوله فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستميعون الذكر وفي الحديث فضيلة الاغتسال من أجل صلاة الجمعة وأن غسل الجمعة يماثل غسل الجنابة وفي الحديث من الفوائد فضيلة التبكير لصلاة الجمعة وقد قال هنا من راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة والجمهور على أن هذه الساعات تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح في أول النهار والإمام مالك يرى أن هذه الساعات إنما تكون بعد الزوال واستدل عليه بأن لفظة راح في الأصل تطلق على ما كان بعد الزوال والجمهور قالوا بأن هذا اللفظ يطلق مرة ويراد به ويراد به أول النهار ولذا ورد في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري مثل المهجر للجمعة كمن قرب بدنه والمراد بها بتقريبها إهداؤها تقربا لله عز وجل والبدنه هي الناقة هي الناقة أنثى الجمل وقوله ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة فيه دلالة على أن البدنة أفضل من البقرة في ذبحها في الهدي أو في الأضاحي أو في غيرها وفي الحديث أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من أنواع الأغنام وفي الحديث أن البقرة والبدنة أفضل من الكبش استدل بعض المعاصرين بالحديث على جواز الأضحية بالدجاجة لأنه قال في هذا الخبر ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة وهذا الاستدلال خطأ لأن الحديث فيه مشروعية التقرب لله بالدجاجة وليس ذلك خاصاً به الأضاحي فإن الإنسان قد يتغرب إلى الله بالصدقة بأنواع الصدقات على اختلافها ولذا ذكر في الحديث الدجاجة والدجاجة من المعلوم أنها ولذا ذكر في الحديث البيضة ومن المعلوم أن البيضة لا تذبح وبالتالي لا يصح أن تدخل في باب الأضاحي ولذا ليس كل ما ذكر في هذا الحديث يدل على جواز الأضحية به ومن عجز عن ذبح الأضاحي فإنها حينئذ تسقط عنه ويكتب له أجرها والأضحية على الصحيح من المندوبات كما هو مذهب لأئمة مالك والشافعي وأحمد خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي يرى وجوب الأضحية وفي الحديث جواز الصدقة بالبيضة وفي الحديث أيضاً الملائكة يحضرون لاستماع خطبة الجمعة نعم حسن الله إليكم قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصل ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى في الحديث فضيلة الاغتسال لصلاة الجمعة وفي الحديث مشروعية إنقاء الأبدان والثياب عند الذهاب إلى صلاة الجمعة فيختار منها من الثياب ما يكون أطيبها وأطهرها وفي الحديث مشروعية للدهان بوضع أنواع الدهون على البدن لصلاة الجمعة وفي الحديث استحباب استعمال الطيب قبل ذهاب الإنسان إلى صلاة الجمعة وفيه جواز أن يستعمل الرجل طيب أهل بيته وكانوا يستعملون من الطيب البخور في زمنهم الماضي وفي الحديث كراهة التفريق بين إثنين خصوصاً إذا كان متقاربين في الاستماع لصلاة الجمعة وستدل الشافعية بالحديث على جواز التنفل قبل صلاة الجمعة وذلك أن وقت الزوال وقت نهي عن الصلوات وقت الزوال وقت نهي عن الصلوات فلا يجوز للإنسان أن يتنفل قبل الظهر إلا في يوم الجمعة فقد وقع الاختلاف في ذلك فقال الشافعية بأن يوم الجمعة مستثنى وليس فيه وقت نهي وقت الزوال وبالتالي يجوز للإنسان أن يتنفل قبل الجمعة ولو في وقت الزوال والجمهور يرون أن يوم الجمعة يماثل غيره من الأيام وبالتالي ينهون عن الصلاة وقت الزوال ومذهب الإمام الشافعي أرجح في هذه المسألة لحديث الباب فإنه قال ثم يصلي ما كتب له ولم يفرق بين وقت وآخر ويدل على هذا شأن السلف رضوان الله عليهم فقد كانوا يستمرون في النوافل قبل الجمعة ولا يتوقفون ولا يتحينون وقت الزوال ليقفوا عن الصلاة وصلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية وإنما الذي يفعل قبل الخطبة تحية المسجد وصلوات النوافل المطلقة وأما السنن الرواتب في يوم الجمعة فإنها لا تكون إلا بعد الصلاة وبالتالي يفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر بفروق منها هذا الفرق فصلاة الجمعة فصلاة الجمعة يشرع التنفل قبلها وصلاة الجمعة ليس قبلها سنة راتبة بخلاف صلاة الظهر فإن قبلها سنة راتبة بأربع ركعات وفي الحديث مشروعية الإنصات لخطبة الخطيب والاستماع لها وأن الإنسان لا ينشغل بأي نوع من أنواع الانشغال وقوله إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى كأكثر أهل العلم قيده بصغائر الذنوب دون كبائرها وقالوا بأن الكبائر تحتاج إلى توبة يستدلوا عليه بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها إذا اجتنيبت الكبائر قالوا فنحمل حديث الباب على ما دل عليه الحديث الآخر حسن الله إليكم قال طووس قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنوبا وأصيبوا من الطيب أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري هذا الحديث الذي ذكره التابعي طاووس بن كيسان هو من علماء التابعين أنه قال ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في حكم رفعه فقال طائفة هو مرفوع لأن طاووس يسنده إلى من يذكره وآخر نراه أنه من المرسلات لأنه يحتمل أن من ذكر عنه الحديث يكون من غير الصحابة وعلى كل فما ورد فيه من ذكر الاغتسال وما ذكر من غسل الرؤوس وما ذكر من استعمال الطيب في يوم الجمعة قد دل عليه أحاديث أخر وفيه فضيلة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومكانته من العلم وفيه ما اجتمل عليه حال بن عباس من الورع فإنه أجاب بما يعلمه وتوقف عما لا يعلمه ولذا قال وأما الطيب فلا أدري حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى جبة من استبرق حلة سيراء عند رجل تباع في السوق عند باب المسجد فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وتتجمل بها للعيد وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة فمضى في ذلك ما مضى ولبث عمر ما شاء الله ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل ديباج فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة جبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وأرسلت إلي بهذه الجبة فكيف ألبسها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها وأرسل بها إليك لتلبسها إنما أرسلت إليك لتستمتع بها تبيعها أو تكسوها أو تصيب بها بعض حاجتك فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا قبل أن يسلم قال سالم فكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره العلم في الثوب لهذا الحديث قوله في هذا الحديث أن عمر رأى جبة الجبة نوع من أنواع اللباس يكون يكسو بدن الإنسان ويلبسه الإنسان بإدخال يديه فيه ويكون مفتوحا من جهة الأمام وقوله من استبرق الاستبرق نوع من أنواع الحرير نوع من أنواع الحرير وقوله حلّة الحلّة نوع من أنواع الثياب يغطي البدن وقوله السيارة أي أنها مخططة أي أنها مخططة قال عند رجل تباع في السوق عند باب المسجد فيه دلالة على أن ما كان تحريمه على بعض الناس دون بعض يجوز بيعه فالحرير محرّم على الرجال دون النساء ومع ذلك بيع فدل هذا على أن المحرّم على طواف من الناس دون جميعهم يجوز بيعه وأما ما كان محرّمًا على الجميع فإنه لا تجوز التجارة فيه ولا يجوز بيعه وثمنه ثمن سُحْتٍ حرام وقوله هنا فأخذها يعني أن عمر أخذها على سبيل مشاهدتها ورؤيتها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتع يعني اشتري هذه الحلّة ثم قال لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة فيه استحباب لبس أحسن الثياب في يوم الجمعة وفيه أن يوم الجمعة يحسن التجمّل فيه بأنواع الثياب وكما فهمها عمر من حال النبي صلى الله عليه وسلم ولذا أتى بما يظن أنه يوافق رأيه في التجمّل للجمعة قال وتتجمّل بها للعيد وللوفد فيه جواز أن يتجمّل الإنسان بثيابه إذا لم تكن مجتمّلّة على إسراف أو فيها شهرة وفيه استحباب تخصيص يوم العيد بالجميل من الثياب وهكذا عند قدوم الوفود على الإنسان وفي هذا الحديث النهي عن لبس الحرير وبيانوا أنه من المحر آت على الرجال ولذا قال إنما وهي أداة حصر يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة قيل بأنه لا مكانة له في الآخرة أو لا يجد ثوابًا يستحقه يوم القيامة قال فمضى في ذلك ما مضى يعني مرت مدة طويلة بعد ذكر هذا الحديث قال ولبث عمر ما شاء الله يعني من الزمان ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل ديباج الديباج نوع من أنواع الحرير أيضا فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب منها حلّة جبّة ديباج فحينئذٍ ظنَّ عمر وجود التناقض بين التوجيه الأول حينما قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلّة له لأنه ظنَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلها إليه أراد منه أن يلبسها وفي الحديث دلالة على أن الإنسان إذا تردد في شيء وجب عليه أن يسأل أهل العلم وما أحتمل أن يكون من المحرّمات وجب عليه أن يتأكد منه وفيه أن بعض الألبسة محرّم وبالتالي لا بد أن يتحقق الإنسان من حلّ لباسه الذي يلبسه وقال فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل بها عمر فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها أي كيف تعطيني وتهدي إلي هذه الحلّة من الحرير وتجعلني أكسو بها بدني وأرسلت بهذه الهدية إلي فكيف ألبسها وقد قلت في حلّة عطارد ما قلت وعطارد رجل من بني تميم وهو صاحب الحلّة الأولى الذي كان يبيع تلك الحلّة وفي هذا دلالة على أن المحرّمات لا يجوز لبسها وأنه لا يجوز للإنسان أن يهدي شيئا من المحرّمات التي يكون تحريمها عمّا شاملا لجميع الناس وفي هذا أيضا دلالة على تحريم التجارة في المحرّمات من الملابس أو من غيرها وفي هذا دلالة على أن الرجال لا يلبسون الحرير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا أي لم أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ من أجل أن تقوم بلبسها فأكسكها يعني لم أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ من أجل أن تلبسها إنما أرسلت إليك لتستمتع بها لتجعلها متاعًا لك سواء بإعطاءه بعض زوجاتك أو بعض نساء بيتك أو بإهداءه أو ببيعه ففي هذا دلالة على جواز إهداء ما كان تحريمه على بعض الناس دون بعض وعلى جواز التجارة فيما كان تحريمه على البعض دون البعض مثل الحرير الذي يحرم على الرجال ولا يحرم على النساء مثل حلي الذهب لكن أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء وبالتالي تحرم التجارة فيها ويحرم إهداؤها وقوله هنا أو تصيب بها بعض حاجتك يعني تبيعها وتستفيد من ثمنها فكساها عمر بن الخطاب أخله بمكة مشركة قبل أن يسلم فيها الدلالة على جواز إعطاء الكافر المشرك الهدية وأنه لا حرج في ذلك وفي هذا الحديث دلالة على جواز بقاء العلاقة والمواصلة بين الإنسان المسلم وقريبه غير المسلم وقال سالم هو ابن عبد الله ابن عمر فكان ابن عمر يكره العلم أي الوسم الذي يكون في الثياب من الحرير لهذا الحديث حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة في هذا الحديث استحباب استعمال السواك وفيه فضيلة استعمال السواك مع الصلاة وفيه أن السواك ليس بواجب وإنما هو من المستحبات وفيه أن الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الجمعة ليبين استحباب استعمال السواك قبل صلاة الجمعة وفي الحديث رفع الحرج والمشقة عن الأمة ولذا رفع عنها وجوب استعمال السواك والسدل بهذا الحديث على أن الأمر يدل على الوجوب فإن السواك مستحب وقد نفى أن يكون مأمورا به وبيّن أنه لو أمر به لكان ذلك شاقا على الناس ولا يكون الأمر كذلك إلا في الواجبات مما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب اتخاذ الإنسان لأسواك وفي هذا الحديث بيان أن كلمة لو يجوز استعمالها في بعض المواطن إذا لم تكن على جهة التحسر والندم على الماضي أو الاعتراض على ما قدره الله جل وعلا أثابكم الله قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك نعم في الحديث دلالة على فضيلة السواك وأنه يتأكد الترغيب فيها مرة بعد أخرى وأنه لا حرج على الإنسان في أن يذكر الآخرين مرات متعددة بالمستحبات لتكون سببا من أسباب إقدامهم عليها بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المتدين كما نسأله جل وعلا صلاحاً للحال واستقامةً للأمر ونسأله جل وعلا مغفرةً للذنب ورفعةً للدرجة اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم متمسكين بكتابك عاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين